عقدت مجموعة العمل المالي الصيني الأمريكية ومجموعة العمل الاقتصادي الصيني الأمريكي اجتماعات في واشنطن وناقشت مجموعة العمل المالي السياسات النقدية للبلدين والاستقرار المالي والتعاون في مجال التنظيم المالي فيما واصلت مجموعة العمل الاقتصادي المحادثات حول أحدث أوضاع الاقتصاد الكلي في الصين والولايات المتحدة كما ناقشوا التحديات العالمية المشتركة بما في ذلك قضايا الديون ووجهات النظر المتباينة وأعرب الجانب الصيني عن قلقه إزاء القيود الاقتصادية والتجارية الأمريكية ضد الصين ورد على أسئلة تتعلق بالقدرة الصناعية أما وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت ييلن فرحبت بمزيد من الاتصالات لتحقيق الاستقرار في العلاقات الاقتصادية للبلدين